اهلا بحضراتكم من جديد طيب أنا النهاردة عندي قضيتين مهمين جدا لازم نتكلم فيهم ولازم نسأل فيهم بعض التساؤلات ومحتاجين إجابة بصراحة سواء من مين بقى سواء من الانتحاد المصري لكرس للقدم او من وزارة الشباب والرياضة المحترم لان في حاجات حصلت قبل كده احنا عايزين نتفادى تكرارها عايزين نتفادى تكرارها فعشان تتفادى تكرار ما حدث قبل ذلك من سلبيات فلازم حضرتك تعالج سواء بقى مسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم او وزارة الشباب والرياضة المتمثلة طبعا في الوزير المحترم الدكتور أشرف صبح فخلينا نبتدي باتحاد الكور لان في الحقيقة احنا اعتدنا على مدار سنوات عدم الشفافية من الاتحاد المصري لكرة القدم ازاي حضرتك في اخفاء بعض الخطابات والجوابات الكثيرة جدا جدا بدون ابداء اي اسباب يعني انا جالي خطابك اتحاد مصري بشيله وحطه في الدرج السبب ايه ما فيه سبب يا جماعة هو انا كده انا طريقتي كان انا حر لا الكلام ده ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش والامثلة كتير واخر مثال ها هو جواب اللي جاي من الاتحاد الافريكي لكرة القدم بخصوص في حالة الاتحاد المصري لو عايز ينظم نهائي دوري عبطال افريكيا فليها تفضل الجواب ده فين محدش عارف لحد دلوقتي اختفى فص ملح وداب فدي حاجة غريبة هتقول لي ما احنا برضو تكلمنا على فساد الاتحاد الافريكي وكلمنا على فوز الاججع وكلمنا على كل اللي حصل اه ما هو دي حاجات مسلم بها فعلا حصلت وفعلا فيه توجه وكل الكلام ده احنا مش مختلفين عليه اطلاقا خالص يعني لكن برضو عندنا سلبيات هنا في مصر من تحديد اتحاد الكرة يعني انا بتكلم ككورة دلوقتي اتحاد المصري لكرة القدم لا فيه سلبيات فيه عدم شفافية لما تجي لك جوابات زي دي وتخفيها فهنا لازم نسأل حضرتك بتشتغل لصالح مين حضرتك هدفك ايه من اخفاء الجوابات دي يا اما حضرتك مش مركز في شغلك يا اما حضرتك ما تستحقش المكان اللي انت موجود فيه يا جماعة المفروض الناس بتشتغل في تحديد المصري لكرة القدم متطوعة بدون اي اجر مش معنى كده انك ما تشتغلش انت اللي اخترت فطبع انت موجود فلازم تشتغل صح الا اذا بقى انت بتحاول احتواء اي ازمة على غرار احتواء الكابتن محمد عادل في المباراة الكم وده احنا مش هنقبله وامر غير مقبول بالمرة ولن يتكرر ولن يتم السكوت عليه خالص فدي جزئية مهمة جدا جدا جدا